رسمت السعودية وحليفتها الإمارات واقعاً جديداً في مدينة عدن لا علاقة له بتعهداتها التي أطلقتها عند إعلانها التدخل لإعادة الشرعية في مارس 2015 أكثر من أربعة عوام قضتها الرياض وأبوظبي في رسم سيناريوهات إعادة تقسيم وتفتيت اليمن ودعم الميليشيات المنفلتة عدن عاصبة اليمن المؤقتة اليوم باتت خارج سياق الدولة اليمنية وبرعاية رسمية من دول التحالف وتواطئ واضح من قبل الرئيس هادي الذي سبق له أن سلم العاصمة صنعاء لميليشيا الحوثي المخطط ذات المخطط السابق مع اختلاف منفديه لم تختلف الأسباب ولا الذرائع ولا الممولون فالرعاية الخليجية كانت حاضرة في انقلابي صنعاء وعدن منذ أربعة أيام وعدن تعيش وضعا كارثيا ولا صوت يعلو فوق صوت الرصاص والقذائف حاول وزير الداخلية ووزير النقل ومعهم قادة عسكريون قلائل الصمود والدفاع عما تبقى من شكل الدولة غير أن تلك المحاولات تركت وحيدة من دعم الرئاسة اليمنية والحكومة التي فضل مسؤولها التواري والسكوت التحالف السعودي الإماراتي كان حاضرا بقوة في الإمدادات التي وصلت لمؤزرة المجلس الانتقالي الموالي لأبوظبي ومنحت السعودية غطاء سياسيا ودبلوماسيا لعملية إسقاط مدينة عدن وفرض واقع مغاير فيها ما الذي تبقى من غطاء أخلاقي لدى شرعية ويتخسر كافة معاركها وتلتزم الصمت إزاء مشاريع التدمير التي انتهجها التحالف وأدواته وما قيمة بقاء الرئيس ونائبه ورئيس الحكومة ووزرائه وعشرات المستشارين والوكلاء ونواب البرلمان في حالة صمت وارتهان للأجندة السعودية معركة عدن أظهرت زيف الشعارات والأقنعة التي ارتدتها كافة الأطراف المحليات والإقليمية والدولية وستصبح علامة فارقة لما يأتي بعدها فالساعة القادمة كفيلة بكشف بقية التفاصيل والأطراف التي وقفت وراء هندستها ومن المستفيد من إعادة اليمن إلى عصر الدولات والميليشيات